ضمن حملة توفير أماكن عمل صحية تم ابتكار مكاتب غير تقليدية تستخدم في وضعية الوقوف والغرض من وراء هذه المكاتب هو مكافحة مخاطر الجلوس لفترات طويلة ولكن هذا النوع من المكاتب ليس جديداً إذ يذكر أن عدداً من المشاهير كانوا يفضلون هذا النوع من المكاتب منهم الفنان ليوناردو ديفينشي ولكن الحال لم تعد نفسها الآن إذ تشير الإحصاءات إلى أن 60% من الناس يقضون 6 ساعات أو أكثر يومياً وهم جالسين ما قد يسبب مخاطر صحية قد توازي المخاطر التي يسببها التدخين منها الإصابة بداء السكر وأمراض القلب والثمنة في حين يحفز الوقوف أثناء العمل اليقظ والتركيز والنشاط كما أن الوقوف في يوم عمل لمدة ثماني ساعات يحرق 160 سعرة حرارية إضافية مقارنة بالجلوس وينصح الخبراء بالوقوف مدة ساعة يومياً أثناء العمل على الأقل وتجنب الجلوس المستمر